اشتركوا في القناة الدرس كانت تكلموا فيه على ثلاث محاول رئيسية هي مظاهر وعوامل التحولات الاقتصادي والمالية مظاهر وعوامل التحولات الاقتصادي والمالية ومظاهر التحولات الاجتماعية في العالم الرأسمالي وعواملها ثالثا مظاهر التحولات الفكرية برز الفكر الشراكي والحركة العمالية سنتكلموا أولا عن المظاهر العوامل التحولات الاقتصادي والمالية التحولات الاقتصادي والمالية التي عرفت العالم خلال القرن 19 أصابت الميدان الفلاحي والميدان الصناعي والميدان التجاري والميدان المالي بالنسبة للميدان الفلاحي استصلاح العراضي وتوسيع المساحة الزرائية زائد بناء السدود والري بالطرق العصرية زائد توسيع استعمال المكننة زائد الاستفادة من التطور العلمي زائد ضهور التخصص الفلاحي تخصص الفلاحي أي في المغروسات والزراعات العلفية وتربية الماشية زائد الاستفادة من التطور العلاقات الرأسمالية أي التركيز الأفقي والتركيز العمودي والأغرو بيزنس هذه مصطلحات موجود الشرح الخاص بها وهي الرأسمالية والتركيز الأفقي والتركيز العمودي والأغرو بيزنس هنا نتكلم عن الميدان الصناعي نتكلم عن الميدان الفلاحي التحولة التي عرفها الميدان الصناعي هي بداية الطورة الصناعية الثانية 1850 و 1890 في عدة فروع صناعية مثل الطاقة الكهربائية والأدوات المنزلية والفولاد أي الحديد انطلاق الطورة الصناعية الثانية أو الثالثة ما بين 1890 و 1930 في النفط والسيارات والصناعات الكيموية هذا ما عرفه الميدان الصناعي الميدان التجاري ازدهار التجارة الداخلية بدهور المراكز التجارية الكبرى وبروز تقنيات جديدة في البيع والشراء التامن المحدود الإشهار إلى آخره ازدهار التجارة الخارجية أيضاً بدهور نظام التبادل الحر الذي يحترم المنافسة التجارية لكسب الأسواق أخيراً الميدان المالي انتقال الأبناء من وظيفة إداء الأموال إلى المساهمة في الاستثمار ظهور أشكال جديدة من الشركة المجهولة لإسم أو الشركة الأسهم تزايد تأثير البورصة في الاقتصاد وظهور التركيز المالي أي الهوليديينج هذه المظاهر الأربع التي تكلمنا عنها التي عرفتها أو عرفها العالم خلال القرن 19 هذه الأمور عدت إلى نتائج مهمة في الميدان الفلاحي تنوع الإنتاج وارتفاع المردودية انتقال من الفلاح التقليدي المعيشية إلى الفلاح العصرية التسويقية تطول اختراع التقنية في عدة ميادين ظهور آلات النسيجة إلى الآلات العصرية في الفلاح والصناعة وقطع النقل والمواصلات بفضل محركات البخارية والكهربائية والبنزينية في الميدان الصناعي النتائج التي ظهرت ارتفاع إنتاج هذه الصناعات في البلدان الرأسمالية وتحسن جودتها اعتماد النهج الليبرالي حرية الإنتاج زائد حرية التبادل المنافسة زائد تجديد المستمر للتقنية والأساليب التركيز الرأسمالي أي العمودي والأفقي النتائج التي ظهرت في الميدان التجاري اتساع قاعدة المعاملة التجارية الداخلية والخارجية اتساع شبكة السكت الحديدية والنقل البحري واستفادتهما من التطور التكنولوجي مما جعلهما تسهما في خدمة كل قطاعات الاقتصادية النتائج التي ظهرت في الميدان المالي تحكم الأبناء في النظام الرأسمالي يتعلق الأمر بالشركات المجهولة الإسم والمتعدد الجنسيات والمقاولة الكبرى والأبناء مضاير التحول الاجتماعي في العالم الرأسمالي وعواملها مضاير التحول الديمغرافي وعوامله مضاير نمو الحضاري وعوامله مضاير التحول البنية الاجتماعية وعواملها ثم النتائج مضاير التحول الديمغرافي وعوامله تحسل مستوى التغذية نتيجة تقدم التجارة الداخلية والخارجية وفق العزلة عن البوادي وارتفاع الانتاجين الفلاحي والصناعي انخفاض الأمراض بفضل التقدم الطبي والوعي الصحي والوعي بأهمية الوقاية النتائج انخفاض معدل الوفايات واستمرار تزايد معدل الولادات وبالتالي ارتفاع عدد السكان ثم انتكلموا على مظاهر النمو الحضاري وعوامله تزايد طيارات الهجرة الداخلية خصوصا القروية الامر الذي نتجه انه ارتفاع نسبة الساكن الحضارية وعدد المدن اصبح بالمليونية لاسيما في المناطق المنجمية والصناعية نتائج اتساع دائر التمدين وتزايد الانشطة المرتبطة بها انتكلموا على المظاهر الثالث من مظاهر التحول الاجتماعية وهو مظاهر التحول البنية الاجتماعية وعواملها نتج عن تعاظم اهمية الفئة البرجوازية داخل المجتمع من خلال تملكها لوسائل الانتاج وبالتالي للطروة تطلعها للحكم والسلطة وفي المقابل كانت الفئة العاملة اي البروليتاريا ذات وضعية اجتماعية واقتصادية متردية وصعبة ضروف عمل قاسية طول ساعات العمل تدخم عدد العمال ضعف الأجور تدني مستوى العيش النتائج ظهور طوترات وصراعات اجتماعية كبيرة خصوصا بين الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة هنا غنتكلمو على المظهر التالث هو مظاهر تحولة الفكرية وبروز الفكر الاشتراكي والحركة العمالية هذا بروز الفكر الاشتراكي وطيارتي نتكلمو على فقرتين الاشتراكية الطباوية والاشتراكية العلمية الاشتراكية الطباوية هي من ابرز روادها سان سيمون 1960 توفي 1825 شارلي فورلي الف وسبوع 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 وثلاثين وقدعت الى العمل التعاوني والتشاركي والعذالة الجماعية كما انتقادت الملكية الفرضية والرأسمالية يوجد ضمن هذا الطيار الطباوي طيار فوضوي تزعمه بروز الف وتمية وتسعود الف وتمية وخمس وستين والذي دعا الى الغاء الدولة وتعويدها بالجماعات واعتبر الملكية واعتبر الملكية صارقة والدولة وسيلينها في يد البرجوازية اما الحالة الثانية هي الاشتراكية العلمية استندت على نفس الافكار غير انها ترى بان بان التطور التاريخي نتيجة الى صارع اجتماعي من الطباقتين هما البرجوازية والبروليطارية ويتزعم هذا الطيار كارل ماركس 1818-1883 هذا تطور الحركة العمالية ودهور التنظيم عند كل معل تطور الحركة العمالية ودهور التنظيم النقابي نشأتها وتطورها اهدافها مكاسبها تأسست اولى التنظيمات العمالية جمعيات واتحادات في كل من بريطانيا 1824 وفرنسا 1864 والمانيا 1871 كما انشأت انظمة قانونية موازية اهدافها اعادة الاعتبار للعمال الاجير والتحسين اوضاعه الاجتماعية تحسين الاجهور ودروف العمل من حيث تقليل ساعات العمل والتأمين الصحي وتحقيق العدل الاجتماعية مكاسبها اصدار عدة قوانين في الميدان الاجتماعي والحقوقي مثل قانون الحد من التشغيل اطفال في النسيج بريطانيا 1833 قانون الحد من التشغيل الاطفال في الصناعة فرنسا 1841 تحديد ساعات العمل اليومية عشر ساعات بفرنسا سنة 1900 التأمين ضد المرض وحاولة الشغل والتقاعد المانيا 1883 هاد الامور كلها نتجعنا مختلف هاد الامور كلها